أهلاً وسهلاً بكم في قناة تعلم مع آدم وإيد أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة في ثالث اعداد الفروض الأولى للدورة الأولى الفرض الأول للدورة الأولى بالنسبة للسلك الإعدالي هنشوفوه نموذج من نماذج فروض مادة التربية الإسلامية الفرض كتعلق من فرض الأول الدورة الأولى مادة التربية الإسلامية بالنسبة للأولى إعدالي الفرض الأول الدورة الأولى مادة التربية الإسلامية بالنسبة للأولى إعدالي هنحاولوه نخدمه الفرض يعني دائماً يعني الفرض يبدأ بالوضعية التقويمية يعجب قراءة الوضعية التقويمية مع كذلك مراجعة الدروس فاشنقضوا نجاوبوه على الأسئلة إذن نحاولوه نجاوبوه على التقويم إذن هذا الفرض مع الشرحة أول حاجة عن دورة الوضعية التقويمية بالنسبة للوضعية التقويمية نقرأها أولاً مسعب تلميذ مجد في الدراسة عارف بأركان الإسلام ويؤدي الصلاة بإتقان لكنه يحلف بغير الله تعالى ويحب إظهار عبادته للناس قال له خالد إن الله بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالعقيدة الصحيحة وبدأ يدعو إلى الله سراً وجهراً لإخراج الناس من الشرك وعبادة الأصنام إلى التوحيد وعبادة الله والإخلاص له وعدم الحالة بغيره وقال مسعب متفق متفق معك وأنا متقن في دراستي وبصالتي لكن أنا أحلف بغير الله تعالى ولا أرى ذلك من العقائد الفاسدة إذن عن تقلو الأسئلة انتلاق من الوضعية والدروس لقريتوف مادة التربية الإسلامية عن جبوع لا الأسئلة سؤال أول أحدد موقفي من قول مسعب أن أحلف بغير الله تعالى ولا أرى ذلك من العقائد الفاسدة إذن هذا قول خطأ ولا أتفق معه لأن الحلف بغير الله تعالى لا يجوز وهو من العقائد الفاسدة الذي جاء الإسلام للقضاء عليها قال رسول صلى الله عليه وسلم من كان حالفاً فليحب بالله أو لن يصمت إذن نكتبه الجواب إذن نقول قول خطأ إذن قول خطأ إذن قول خطأ لأن لأن الحلفة إذن ننصح الخطأ من غير بغير الله بغير الله لا يجوز وهو من العقائد الفاسدة نعم إذن جوبنا على السؤال الأول ننتقل إلى السؤال الثاني إذن السؤال الثاني يقول قال خالد إذن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى التوحيد والإخلاص وعرف التوحيد إذن التوحيد والاعتقاد يقيني الجازم بوحدانية الله تعالى في أفعاله وأسماءه وصفاته وغناه المطلق عن الشريك إذن كتبوه الاعتقاد الديني هو الاعتقاد هو الاعتقاد الديني إذن هو الاعتقاد الديني بأنه إذن بالنسبة التوحيد والاعتقاد والاعتقاد يقيني الجازم بوحدانية الله تعالى في أفعاله وأسماءه وصفاته وغناه المطلق عن الشريك وأنه سبحانه المستحق للعبادة أعرف الإخلاص إذن الإخلاص إذن تعريف الثاني والإخلاص هو التوجه هو التوجه هو التوجه إذن هنا عن كتبوه تعريف ماذا؟ الإخلاص هو التوجه لله سبحانه لله سبحانه بالنسبة للتعريف الثائم خذكم يتحبه لأنه ممكن تعطيه في المادة التربية الإسلامية خذكم تعرفوا مجموعة دي التعريف إذن هو التوجه لله سبحانه وقصده وقصده لماذا؟ بالطاعة بالطاعة وقصده بالطاعة رجاء للتوبة إذن رجاء رجاء توابه رجاء توابه رجاء توابه وخوفا من عقابه وخوفا من عقابه وخوفا من عقابه إذن جاوبنا على التعريف الثاني وهو تعريف الإخلاص شو سؤال الثالث أنكر كفار قريش لبعث والنشور أكتب مع الشكل التام ما يدل على ذلك من الشرط القرآني الأول من سورة قاف إذن بالنسبة بالنسبة نكتب آيات قرآنية الآيات الأولى من سورة قاف مع الشكل الآيات الأولى من سورة قاف قافوا القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم وانذروا منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع البعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج إذن هذه الآيات قرآنية دائما استدهار كتابي كتبوا الآيات بدون أخطاء إملائية إذن عن تخل السؤال المولي استخرج من الآيات مثالا لقاعدة الإضغام إذن مثالا إذن ممكن كتبوا أمر مريج كذلك ممكن كتبوا إذن عبد منيب إذن كتبوا يعني مثال واحد يعني كافي إذن كافي بالنسبة المثال واحد إذن أمر إذن أمر إذن أمر مريج أمر مريج نعم انتقلوا سؤال با إيش رح سب السياق مايل إذن منذر محدر و مخوف إذن محدر محدر و مخوف إذن معناها من منذر أمر مريج معناها أمر مختلط و ملتبس أمر مختلط ممكن كتبوا أمر مختلط و ملتبس إذن تقلوا سؤال الموالي استخرج من الوضعية مظهرين من مظاهر العقيدة الفاسدة إذن مظهر الأول ما هو إذن مظهر الأول هنا الشرك بالله إذن كنا جاءت هنا الشرك بالله و عبادة الأصنام إذن مظهر الأول الشرك بالله و عبادة الأصنام إذن كتبوا الشرك بالله و عبادة الأصنام وعبادة الأصنع إذن هذا بالنسبة المظهر الثاني إذن هناك ما يحلف بدون بغير الله إذن الحلف بغير الله إذن الحلف بغير الله إذن هذا المظهر الثاني إذن ننتقل السؤال الموالي إذن بالسؤال الموالي نستخرج تصرفا يعني انطلاقا راضية مناقدا للإخلاص إذن بالنسبة التصرف الذي يفعله إذن رجعنا انطلاقا من الوضعية التقويمية إذن يحب إظهار عبادته للناس إذن هذا مظهر إذن نكتبه هنا بالنسبة إذن بالنسبة التصرف مناقض للإخلاص يحب إظهار أو يحب إظهار عمله للناس إذن يحب إظهار عمله للناس يحب إظهار عمله للناس إذن مناقض للإخلاص ننتقل إلى السؤال الخامس استخرج قيمتين من قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إننا لا ندعوا أجرى من أحسن عمله إذن القيمة الأولى ما هي؟ هي الإيمان والقيمة الثانية هي الإتقان إذن نكتب الإيمان والقيمة الثانية الإتقان والقيمة الثانية الإتقان إذن القيمة الثانية الإتقان نعم ننتقل إلى السؤال المهمي سؤال الثالث قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقن استخلص من هذا الحديث الشريف فائدتين للإتقان إذن بالنسبة الفائدة الأولى أن الله يحب العمل المتقن ونيل كذلك رضاء الله تعالى ومحبته إذن نكتب الفائدة الأولى أن الله تعالى يحب العمل المتقن يحب العمل المتقن هذا بالنسبة الفائدة الأولى والفائدة الثانية نيل رضاء الله نيل رضاء الله تعالى إذن نيل رضاء الله تعالى إذن نيل رضاء الله تعالى إذن جوبنا على السؤال السادس ننتقل إلى السؤال با دائماً سؤال سادس جزء با واذكر مظهرين من مظاهر الإتقان في العبادة وكيفية ذلك إذن مظهر الأول إتقان في الصلاة مظهر الثاني الإتقان في تلاوة القرآن إذن نكتب الإتقان في الصلاة وذلك بالاستعداد لها طهارة بالاستعداد لها طهارة وأدائها بركوعها وآدائها وآدائها بركوعها وسجودها بركوعها وسجودها وسجو وسجودها إذن هذا بالنسبة المظهر الأول نأخذ مظهر الثاني إذن بالنسبة المظهر الثاني مثلا تلاوة القرآن إذن في تلاوة القرآن وذلك في تلاوة القرآن في تلاوة القرآن إذن في تلاوة القرآن وذلك بماذا؟ وذلك بمراعة 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 أحكام التلاوة بمراعة أحكام التلاوة والتحلي بأدب القراءة إذن كتبنا مظهرين ننتقل إلى السؤال جيم أذكر مظهرين من مظاهر الإتقان في العمل وكيف يدالب المظهر الأول مثلا الإتقان في الدراسة الإتقان في الدراسة الإتقان في الدراسة كيف وذلك بالإشتهاد وذلك بالإشتهاد وحضور الحصص والحرص على حضور والحرص على حضور الحصص والحرص على حضور الحصص نعم هذا بالنسبة للمظهر الأول ننتقل إلى مظهر آخر مظهر الثاني في البيع والشراء مثلا إذن المظهر الثاني في البيع والشراء في البيع والشراء كيف بمعاملة الزبائن معاملة جيدة عند الكتبوه بمعاملة الزبائن بمعاملة الزبائن بمعاملة الزبائن معاملة جيدة وكذلك مثلا وتجنب الغش وتجنب الغش نعم إذن ننتقل إلى أجب صحيح أو خطأ بعث الرسول في سن الأربعين نعم صحيح بعث الرسول في سن الأربعين استمرت دعوة سرية أربع سنوات خطأ استمرت ثلاث سنوات إذن هنا خطأ إذن نكتبه بالنسبة لجملة الثالثة أول من آمن برسول زوجته خليجة رضي الله عنها نعم صحيح إذن نكتب صحيح صحيح إذن الجملة الرابعة خرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الدعوة الجهرية مباشرة بعد نزول صورة إقراء هذا خطأ إذن خطأ إذن كانت بمنسبة لصورة إقراء أو صورة علق إذن كانت أول يعني آية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في غار حراء لما نزل عليه الوحي إذن عن تقلس سؤال الثامن إملاء الجدول بما يناسب عن الصوم غايته إذن بالنسبة للصوم غايته تربية النفس على الصبر تربية النفس على الصبر تربية النفس على الصبر والإحساس بالفقراء والإحساس بالفقراء والإحساس بالفقراء والإحساس بالفقراء الزكاة نعم عمشو الغاية الثالثة تحقق العبود لله والفضوء له وربط سيلة به نعم الصلاة عن طريق الدعاء إذن الصلاة الركوع السجود إذن عمشو بالنسبة للحج الغاية من الحج حصول تعارف بين المسلمين ومغفرة الدنوب حصول التعارف بين المسلمين بين المسلمين ومغفرة الدنوب ومغفرة الدنوب نعم إذن ننتقل إلى السؤال الموالي السؤال التاسع استدر بنص شرعي على أن الغاية من خلق الجن والإنس هي العبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني إذن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني إذن بالنسبة مزدوجتين دائما كيكون عندنا حديث نبو شريف أو آي من القرآن الكريم نضعها بين مزدوجتين ننتقل إلى السؤال العشر وبين موقفي مما يلي تنميد يغش في الامتحال كي ينجح لا أتفق معه سلوك خاطئ فالغش لا يجوز إذن سلوك لا أتفق معه لا أتفق معه لا أتفق معه سلوكه خاطئ سلوكه خاطئ سلوكه خاطئ إذن سلوكه خاطئ إذن بالنسبة هنا يمكنك تسبوه هنا سلوك خاطئ لأنه من غش فليس مني إذن فالغش لا يجوز إذن سلوك خاطئ فالغش لا يجوز فالغش لا يجوز نعم إذن هذا بالنسبة للموقف الأول نذهب إلى الموقف الثاني أتصدق رجاءة وبالله تعالى سلوك جيد أتفق معه هو من علامات الإخلاص لله في عمله سلوك أتفق معه سلوك أتفق معه لأنه وهو من علاماتي وهو من علاماتي وهو من علاماتي الإخلاص لله في العمل الإخلاص لله في العمل في العمل نعم إذن بهذا نكون سلوك تقويم هذا الفرد نتمنى لكون نافتكم شكرا وإلى اللقاء